أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل عزيزي المشاهد عزيزات المشاهد سقط آدم في الخطيئة هو وزوجته حوى واستخبوا استخب آدم وحوى في الجنة وغطوا العورة بتاعتهم وراء الشجر ضاع السلام اللي كان بينهم وبين الله بسبب خطيتهم تم طرد آدم من جنة عدم جنة عدم دي كانت على الأرض ما كانتش في السماء ولا حاجة وبالتالي كل البشرية أخطأت وضاع السلام هتقول لي أنا مالي بخطيئة آدم أنا بقولك هو أنت هتتحاسب على خطيتك أنت بس طبيعتنا كلنا عشان جايين من آدم وحوى الطبيعة تغيرت فبقينا قابلين للخطيئة يبقى إذن بالتالي كل البشرية أخطأت وضاع السلام بين الناس محدش عايش على وجه الأرض في سلام بينه وبين نفسه ولا بينه وبين الآخرين ولا بينه وبين الله سواء كانت خطيئة صغيرة أو كبيرة الخطيئة اللي بالنسبة ليك صغيرة قد كده هو هي كبيرة عند ربنا لإنه قدوس على فكرة ربنا مش بيحسبها بالوزن أقصد بيحسب مش بيحسب الخطيئة بالوزن لكن ربنا بيحسب الخطيئة بإنها موجهة ليه إذن الخطيئة مهما كانت صغيرة هي كبيرة في نظر الله عزيز المشاهد تمن كل خطيئة بنعملها هي انفصلنا عن الله وده في حد ذاته بعد عن مصدر السلام اللي هو الله في خبر حصل أكتر من ألفين سنة لما تولد المسيح يسوع ظهر ملاك ومعه جمهور كتير من الملايكة للرعاة وقال لهم لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وكمان وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي يعني الملايكة مسبحين الله وقائلين خذ بالك من اللي جيدة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة أيوة المسيح هو رئيس السلام وجه علشان يرجع لينا السلام اللي فقدناه بسبب خطيانا وجه يصلحنا بأنه أخذ عقوبتنا وصلحنا في جسم بشريته أختي وأخويا عايز تتصلح مع ربنا وعايز يرجع السلام بينك وبين ربنا آمن بالرب يسوع الإنجيل بيقول من آمن وعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان لو قابلتم ما فعلوا المسيح على الصليب الإنجيل بيقول لك هذا الخبر إنك تبررتي بالإيمان يعني صرت بار وصار لك سلام مع الله مبروك عليك لأنك وجدت في المسيح السلام المسيح هو الحل ترجمة نانسي قنقر